أبو شاد يسأل المراد بتجديد الخطاب الديني وكذلك يقول يعني هي قضايا مشتركة أن المعتبر النص وليس عليكم يعني وليس يعني هناك داع لأن يلتزم الإنسان ما تفضل به وذكره واستنبطه علماء الإسلام أولا ما يتعلق بكلمة تجديد الخطاب الديني هذه الكلمة كلمة مجملة قد يرادوا بها مخاطبة الناس بما يتعلق بأعمالهم فكان الناس يعملون أعمالا في الزمان الماضي خوطبوا بما يتعلق بأعمالهم فاختلفت أعمال الناس في طرائق لا أصبح الناس يركبون سيارات ويستعملون جوالات وعندهم من الآلات والأجهزة ما لم يكن في حياتها فمخاطبة الناس بما يعرفون وبما يتعلق بأعمالهم هذا أمر مستحسن مأمور به في الشرع وأما أن يراد بذلك تغيير الأحكام الشرعية ووضع أوصاف وعلل للأحكام غير ما جاءت به النصوص فهذا أمر غير مقبول ولا يقبل من أحد ولذلك كون الإنسان يتدارسون مسائل العلم سواء في الفقهة أو في التفسير بأسلوب يفهمه الناس هذا مراقب فيه بل هو عبادة وقربة يتقرب بها لله جل وعلا وأما أن يفسر القرآن بمعنى مغاير للمعنى العربي الذي نزل القرآن به فهذا من التأويل المذموم ومن صرف كلام الله وتحريفه إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى فهو من الكذب على الله عز وجل وقد قال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَقَالَ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فكتاب الله له قواعد في التفسير لا بد أن نسير عليها وأما القضية الثانية فيما يتعلق بالأئمة الأوائل هؤلاء الأئمة لهم مكانتهم ومنزلتهم وقد أبلوا بلاء حسنا في نشر دين الله عز وجل وأما المطالبة بإلغاء أقوالهم فهذا لا يقوله من يعرف حقائق الأدلة الشرعية أو يعرف حقائق الأحكام يعني الأدلة الشرعية لها معاني متعددة من نظر بنفسه فإنه قد لا يدرك إلا معنا أو معنيين فإذا أخذ بكلام غيره وجد أن لهذا النص معاني أخرى لم يكن يدركها فيما سبق فالقول بإبطال أقوال الأئمة السابقين هذا قول من لا يحسن ولا يعرف حقائق قول هؤلاء الأئمة فإن الله عز وجل قد أعطاهم من التقوى ما أنار بهم بصائرهم في فهم القرآن فإن صاحب التقوى يمكن من فهم القرآن كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهتدون به المتقون يهتدون به أكثر من غيرهم وأما ظن أن الالتفات إلى أقوال هؤلاء يعني الإلزام بأقوالهم فهذا ظن خاطئ ولذلك نجد أن من أصحاب هؤلاء الأئمة من يخالفهم في أقوالهم يعني مثلا الإمام الشافع رحمه الله تعالى خالفه أصحابه في كثير من القضايا وهذا يسمونه عند العلماء الوجه في المذهب يعني القول الذي قال به فقيه في المذهب خالف به إمام المذهب وهذا جميع الفقهاء في جميع المذاهب يكون عندهم اجتهادات يخالفون بها ولم يقل أحد أن هؤلاء الأئمة معصومون ثم إذا نظرنا في جميع الفنون لا نجد أصحاب فن أيا كان هذا الفن يطالب بإلغاء أقوال المتفننين في ذلك العلم سابقا إذا جينا لعلم الإحياء أو لعلم الكيميا أو لعلم أي علم لا يقول أحد بإلغاء قول السابقين أو بقول الأموات إلا وهو مغفل لأن هذا التراث إنساني بني عليه سنوات طوال وبالتالي القول بإلغاءه هذا تغفيل صحيح ليست كل أقوالهم صوابة لكن من الخطأ في أقوالهم نتعلم الصواب من الخطأ في أقوالهم نتعلم الصواب ثم عند مقارنة أقوال هؤلاء الأمة تنشأ لنا عقليات وذهنيات اجتهادية ينفع الله عز وجل بها الأمة كما أن من درس الاختلاف في بقية الفنون والعلوم يستفيد منها ويعرف الراجح من المرجوع فهكذا في مسائل الفقه والعلم والكتب المذهبية طرائق للتعلم طرائق للتعلم بها يعلو الإنسان في رتب العلم ويتمكن من التعامل مع الأدلة الشرعية خصوصا أن كثيرا ممن يدعي مثل هذه المقالة ليس عنده طرائق الفهم الصحيح فلا يفرق بين المفهوم والمنطوق ولا يعرف الفرق بين دلالة التنبيه ودلالة الإشارة ودلالة الإيمة ودليل الخطاب ودلالة الاقتران وغيرها من أنواع دلالات اللفظ لا يفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط ولا يعرف ما يبنى عليها من هذا الكلام فدعوة الناس خصوصا أفراد الناس إلى انتقاد من يأخذ بأقوال الأئمة السابقين هذه دعوة ممن لا يعرف حقيقة أقوال هؤلاء الأئمة ولا زال الناس يستفيدون من كلام الأئمة الأوائل عندهم من الطرف وعندهم من المعاني الدقيقة المأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ما لو جلس الإنسان سنوات طوال يقرأ الآية لم يحتدي إلى ذلك المعنى بارك الله فيكم وحسن عليكم